عرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت خلال اجتماعه بأعضاء حكومة عن قلقه من احتمالية إزالة الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب نحن قلقون للغاية بشأن نية الولايات المتحدة الردوخة للمطلب الإيراني بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمة الإرهابية الحرس الثوري هو أكبر منظمة إرهابية في العالم وأكثرها فتكا يحاول الحرس الثوري قتل إسرائيليين وبعض الأمريكيين حول العالم لسوء الحظ نحن نشهد تصميما على توقع اتفاق نووي بأي ثمن تقريبا ومن المهم بالنسبة لي أن أقول إنه حتى لو تم اتخاذ هذا القرار المؤسف فإن دولة إسرائيل ستظل تعامل الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وستواصل العمل ضده